ألا بالجد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحالي تروم المجد ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي الحمد لله الذي علم بالقلم وخلق الوجود من العدم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأمم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا في مثل هذه الأيام يخوض أبناؤنا وبناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة غمار الامتحانات وفي تلك اللحظات تكون النفوس قلقة والقلوب وجلة والأسماع تتلقف أخبار اللجان وأخبار الامتحانات وأخبار الأسئلة البيوت أعلنت حالة الطوارئ الكل منشغل بالحضر من الإصابة من الفيروس والغباء في مثل هذه التجمعات انشغال باللجان انشغال بالامتحانات انشغال بالمراقبين انشغال بعد ذلك بانتظار النتيجة ثم انشغال بالتنسيق ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ولكنني أريد أن أقف عند هذه المرحلة لأوجه سؤالا إلى كل أم أو كل أب له ابن أو ابنة في الثانوية العامة ما شعورك أيها الأب الكريم لو أن ولدك نام عن موعد لجنة الامتحان هب أن لجنة الامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة الساعة تدق العاشرة والولد لا يزال نائما في فراشه ما موقفك آنذاك؟ ألا تهب مسرعا لكي توقظه؟ ألا تسابق الزمن لكي تمكنه من إدراك لجنة الامتحان؟ ألا تنام بعدها بنصف عين حتى لا ينام ولدك عن موعد امتحانه؟ فما شعورك أيها الأب الكريم لو أن ولدك نام عن صلاة الفجر يوما ما المؤذن يرفع النداء الصلاة خير من النوم والولد لا يزال نائما في فراشه هل ستهب مسرعا وتحاول أن تمكنه من إدراك الصلاة قبل فوات وقتها؟ أم أنك لن تعبأ بذلك وستقول يكفي أنني أصلي وأترك ولدي ليستريح فهو متعب من عناء الصهر والمذاكرة أقسم بالله الذي لا إله غيره أنك ستحاسب بين يدي الله إذا فرط ولدك المكلف في أداء فريضة الله في رحلة المعراج السماوية رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما تردخ رؤوسهم بالحجارة فتشق وتنزف دما ثم تلتأم فتضرب بالحجارة مرة أخرى فتنشج وتنزف دما ثم تلتأم وتضرب وهكذا يتكرر العذاب فلما سأل جبريل الأمين عن شأن هؤلاء أخبره بأن هؤلاء هم الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة يتكاسلون عن الصلاة المفروضة ولا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة ومن صلى الفجر فهو ضامن على الله فهو في حفظ الله فهو في ذمة الله اعلم أن الصلاة نور وبرهان والصلاة هي سر النجاح في الدارين في الدنيا والآخرة إنك تنتظر عودة ولدك من الامتحان حتى تسأله عن أخبار اللجنة والمراقبين وتسأله عن كيفية أدائه في الامتحان وستصر كثيرا إذا علمت بأنه وفق في إجاباته وستحزن كثيرا إذا علمت بأنه أخفق في إجابة سؤال أو بعض الأسئلة فهل سيعلو الهم صدرك لو علمت أن ولدك قصر في أمر دينه في يوم ما هل سينتابك الحزن والألم إذا علمت أن ولدك قد مر عليه يوم كامل دون أن يفتح كتاب الله أو يقرأ آية من كتاب الله أو يقيم الصلاة أم أنك ستنصرف عن ذلك إنك حاولت أن تمنع عن ولدك أسباب اللهو واللعب قد تمنع التلفاز قد تمنع الحاسوب قد تمنع الجوال وما شابه ذلك حتى لا يضيع ولدك وقته في مثل هذه الأشياء التي قد تلهيه عن المذاكرة فهل فكرت في أن تمنعها عنه إذا علمت أنها قد تلهيه عن ذكر الله أو عن إقامة الصلاة أو قد توقعه في معصية تغضب الله اعلم أننا في الدنيا نستطيع أن نتدارك ما فاتنا بالدور الثاني والإعادة في الامتحانات يوم شابه ذلك ولكن ما شعورك أيها الأبو الحاني لو جاء امتحان ليس فيه دور ثاني ولا إعادة ولا تكرار ولا ملاحق أعمال العمر كله تصحح مرة واحدة بسجلات وثيقة ولجان دقيقة لجنة كالمحكمة حكم عدل وأعضاء وشهود ومحام ومدع عام أما الحكم العدل فهو الله الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون والأعضاء هم الملائكة الكرام والشهود فمنك وفيك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يشهد عليك لسانك إن كنت قد استخدمته في طاعة الله في ذكر الله في نشر العلم في الكلمة الطيبة في الإصلاح بين المتخاصمين وإحداث التآلف بين القلوب في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في مواساة الناس والتخفيف عنهم في الآلام أم أنك والعياذ بالله قد استخدمت لسانك في إشعال نار الفتن وإيقاد الخصومات والعدوات بين الناس استخدمته في فحش القول والبزاء استخدمته في الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف وما شابه ذلك تشهد عليك يدك إن كنت قد استخدمتها في كتابة دروس العلم في الكسب الحلال في التسبيح في كل عمل يرضي الله عز وجل أم أنك والعياذ بالله قد استخدمتها في الضرب والبطش والاعتداء على الآخرين أو استخدمتها في ممارسة العادة السرية أو استخدمتها في إشعال السجارة أو ما شابه ذلك من الأفعال التي تغضب الله عز وجل تشهد عليك رجلك إن كنت قد استخدمتها في الوقوف للصلاة بين يدي الله في السعي لطلب العلم أو طلب الرزق الحلال في عيادة المرضى واتباع الجنائز وصلة الأرحام أم أنك والعياذ بالله قد سرت بها إلى حانات الخمر وموائد الميسر والملاهي الليلية والأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل هذه هي الشهود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وأما المحامي فهو القرآن الكريم الذي سيشفع لك بين يدي الله ومن الناس من يأتي يوم القيامة بمحاميين الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وأما المدعي العام فهي الرسالات السماوية ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إذن لابد من وقفة مع النفس لأن الحياة قصيرة ودائما نتذكر من امتحان الدنيا امتحان الآخرة نود أن نوجه بعض النصائح والتوجيهات إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب احرصوا على المذاكرة الجيدة والأخذ بالأسباب ولا تبحثوا عن الغش والتدليس لأن ديننا دين توكل لا دين تواكل ديننا يأمرك بالتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والتوكل على الله معناه الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب السعي الجد، الاجتهاد، الكفاح، المذاكرة وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا وليس بعمر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا ناخد اتصال لأخت ابتسام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك، تفضلي أهلا بيك، أنا ممكن أسئلة ثلاث أسئلة تفضلي تحت أمرك عايزة أعرف الآية لفصوص الحجرات إذا بسجولي يا أيها الذين آمنوا إن جاء أقل فاسكم بنبعين فتبينوا أن تصيروا قوما بجهالة فتفضوح على المسعر سمنادي حاضر السؤال الثاني أنا عندي 18 سنة وخاتنا القرآن البعضة المرة ما شاء الله بس عند أبويا وإم وإخواتي يستطلق خالص أعمل معهم يا حاضر السؤال الثاني ممكن تجيب لو سمعت يعني تجيب الشيخ يستمع مننا القرآن يعني شاتنا نجد الأحكام صحة ولا لأ تمام يعني عايزين تسمعوا أنت تقرأي قرآن آه يعني نتكلمت في التلطن وإحنا نتكلمت في التلطن طيب ما فيش مساكل تقدر يتكرأي لنا آية كده إن شاء الله نعم فضل آية واحدة فقط إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق لا هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كخروا تواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطارهم تشاوح ولهم عذاب عظيم شكرا جزيلا صلاة الله العظيم بارك الله فيك وإن شاء الله هنقول لك بعض التوجهات بس بناخد اتصال آخر من الأخت منا السلام عليكم يا أهلا بيك تفضلي ربنا يبارك في عمرك يا ربك أنا مسي على التسبيح فعايزة أتقال حضرتك عليها صلاة التسبيح آه يعني التسبيح أنا كل يوم قبل ما نم بأسبح يعني بعد صلاة العيشة بأسبح فعايزة أقول لحضرتك تقول لي فضل التسبيح تي ايه حاضر ماشي أول حاجة بقول حسنونا الله ونعم الوكيل عسنوكوش في الحزب ربنا ده ده معروف لكن بقول لا إله إلا أنت سبحانك أني كنتم الظالمين وبعدين بقول لا إله إلا الله وبقول اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وبعدين أقول استغفر الله العزيم ده كل ده ميات لا حول لقوة إلا بالله العليه العزيم إن يريدوا أن يخدعوك فإن حزوك الله تمام وبقول ربي إني مساني يتضر وأنت أرحم الراحمين تمام ربنا يتقبل إن شاء الله ويسبتك على الزكر ويعينك على الطاعة إن شاء الله شكرا جزيلا ناخد اتصال من الأخت دونيا السلام عليكم أهلا بيك تفضلي أنا لأ بصلي يوم ولو ما صليتني يوم حرام أنت بتقولي إن أنت بتصلي يا دونيا بصلي يوم وبصليش عشر حاجة لا طبعا ده غلط كبير يا دونيا أنت سنك كم سنة أنا 12 12 لا تحفظي على الصلاة دايما هو ما ينفعش تسيب الصلاة خالص مدام عديت عشر سنين ما عادش ينفع تسيب أي فريضة تفضلي ربنا يبالك فيك ناخد اتصال من الأخت أمينة السلام عليكم أهلا بيك مدام حبيبة أهلا بيك تفضلي أنا حلمت كنت ماشي سامعك سامعك تفضلي تفضلي قولي من الأول تاني عشان أنا مش سامع تفضلي آآ حلمت اللي أنا كنت نازلة من بيتنا أي وفيه كلب آآ الوحد كلب بتاع واحد جرنة لونه أسود جاه طالع علي كده وكل الناس كد بتبعدوا عني بس بوبايا يعني لما جاه آآ فأنا كنت بنادي عليه صوتي مش طابعة فبوبايا قاعد على السلمة للبرة بتاعة البيت كده وحطي إيده على وشه وإعمامي كانوا عاديم بيعملوا على كتفه يعني بيقولوله وقاعدين بيقولوله كلام بس أنا مش سامعها وبنادي بس بصوتي مش واصل لبوبايا الحلم ده أنا حلمته بس أنا دايما بنسى الأحلام اللي أنا حلمتها آآ وده الحلم اللي أنا فاكرية من ونة صغيرة لحد الوقت بس مش عارفة ما معرفتش تفسيره طيب حاطف في حلم كمان حلمت أن أنا جدي جابلي اللي هو بيانو في بتاع خشب خشب مش مدفون ولا حاجة والبيانو ده معرف ان هو بيبقى في اللي هو الأسود كتير ده ما كانش في غير اثنين بس وكله أبيض ماشي شكرا فضلي شكرا جزيلا طيب نرجع نبدأ بأول أخت متصلة وكانت بتسأل عن الآية الكريمة اللي ربنا بيقول فيها في سورة الحجرات يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من المعلوم من سورة الحجرات بتشتمل على كثير من الأداب منها أدب التثبت والتحقق من الأخبار يعني لو حد أراد أنه هو يعمل فتنة أو يعمل وشاية لابد أن احنا نتحقق من الخبر قبل ما نتخذ أي إجراء ضد الشخص اللي احنا سمعنا عنه أي مشكلة وعلشان نوضح الموضوع ده النميمة بصفة عامة وسماع الأخبار دون تحقق بيسبب مشكلة كبيرة جدا في العصر العباسي كانوا بيحكم أن كان فيه زوجين عايشين في قمة السعادة الزوج أراد أنه هو يجيب خادم علشان يرايح زوجته من كل شيء فراح لسوق الرقيق وأعجب بعبد أسود قوي البنيان عبد قوي جدا فأعجب به لكن النخاس قال له ما نصحكش أنك تشتري هذا العبد لأن فيه عيب كبير قال له إيه العب ده قال له العب ده أنه هو نمام قال له مش مشكلة المهم أنه هو قوي وصحيته حلوة وسليم ويقدر يقوم بالأعمال واشتراه أول حاجة أفكر فيها العبد ده أنه يوقع بين الزوج وزقته فراح للزوجة وقال لها يا سيدتي أنا مش فيكن عليك لأن زوجك بيحب مرأة أخرى وحيتزوجها عليك طيب والحل؟ قال لها الحل أن أنت تعملينه عمل من أعمال السحر علشان يقرب إليك طيب أنا معرفش أعمل العمل ده قال لها أنا هساعدك بس كل المطلوب منك تجي بيلي شعر من أسفل دقنه قال لها ما ينام وهو نايم بالليل خد الشفرة دي شفرة حمية كده وإطاعي شعر من أسفل زقنه وهتهالي وأنا هعملك عمل من أعمال السحر يخلي زوجك يحبك جدا آخرت منه الشفرة واستعدت لذلك راح بسرعة جير على الزوج وقال له يا سيدي أنا مش فيكن عليك لأن زوجتك تحب رجلا آخر وقد اتفقت معه على قتلك الليلة وأخذت منه شفرة صفتها كذا وكذا لتسبحك به فإذا جاء الليل فتناوم يعني تظهر بالنوم من غير ما تنام وانتظر وحتتحقق من صدق كلامي وحتلقها جاية تتبحك بالشفرة اللي أنا قلتي لك عليها فلما جاء الليل الراجل تناوم فلما تناوم تظهر بالنوم تلاقى زوجته فعلا جاية وبتحط الشفرة دي على رقابته هي ما تقصتش تتبحه هي عايزة تاخد شعرة لكنه ظن إن هي حتتبحه فأمسك بيدها وأخذ منها الشفرة وذبحها فجاء أهلها فذبحوه وانهار بنيان الأسرة بسبب النميمة يجب التسبت من الأخبار لأن الدين بتاعنا بيعتمد على حسن الظن وعدم سوء الظن يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الأخت اللي بتقول إن أبوها وأمها وإخواتها ما بيصلوش لابد إن هي توجههم وتنصحهم وتعرفهم خطور الترك الصلاة لأنها لو عرفتهم خطور الترك الصلاة هيحاولهم إن هم يحافظوا عليها بعد كده لكن بالسياسة وبالهدوء وبالنصيحة وبالحسنة بلاش العنف بلاش نقول لهم أنتوا عتبقوا كفرة أنتوا عتروحوا النار لا بالهدوء وبالسياسة دايما دايما الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف الأخت مننا طبعا كانت يعني بتسأل عن فضل التسبيح لكن الأول الأخت الكريمة اللي كانت بتقرأ القرآن أنا عايزها بس تراجع أحكام النون الساكنة والتنوين لأن هي حكم الإخفاء عندها ضعيف طبعا إحنا عارفين أن أحكام النون الساكنة والتنوين إخفاء وإظهار وإضغام وإقلاب في قوله تعالى ينفقون في إخفاء للنون هي ما أخفتهاش وكذلك أنزلة للنون ما أخفتهاش كذلك حكم التفخيم والترقيق لأن حروف التفخيم مجموعة في قولهم خصة ضغط قز وهي لما جات تقرأ قوله تعالى خاتم الله قالت خاتمة فمش عايزين نقول خاتمة لأن الخاء من حروف التفخيم خصة ضغط قز خاتمة الأخت اللي بتسأل عن التسبيح طبعا من المعروف أن ذكر الله في كل الأوقات هو خير ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملئان ما بين السماء والأرض والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتاني خفيفتاني على اللساني سقيلتاني في الميزان حبيبتاني للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طبعا الاستغفار جميل جدا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا برضو بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله ودي كنز من كنوز الجنة واللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم بتغرس له نخلة في الجنة فكل هذه أفعال طيبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوصي السيدة الفاطمة قبل ما تنام بأنها تسبح الله سلاسا وسلاسين وتحمد الله سلاسا وسلاسين وتكبر الله أربعا وسلاسين وقال لها ذلك خير لك من خادم لما كانت بتطلب خادم من سيدنا علي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أن انت لو حفظت على الأسكار دي ربنا هيدي لك الصحة ويبارك فيك وفي عملك وما تحتاجيش لأي خادم ولا تحتاجي حاجة من حد طبعا بالنسبة للأخت اللي كانت بتسأل على الرؤية الرؤية الأولى فيها إشارة إلى وجود عدو خافي عبارة عن حسد أو سحر لأن فيها علامات معينة أو رؤى معينة الكلب الأسود أو القطة السوداء رؤية طعام فيه شعر أو دود طعام أو شراب غير نظيف فيه شعر أو دود رؤية الإنسان نفسه في أماكن مغلقة ولا يستطيع الهروب رؤية الإنسان يمشي في وحل أو طين أو يمشي في المقابر أو يسقط من مكان عالي كل رؤية الحاجات دي كلها بتدل على وجود حسد أو سحر من بعض الناس المحيطين أما بالنسبة للخشب صندوق البيانو الخشب الخشب له تويل في المنام أنه بيدل على أن فيه بعض أشخاص منافقين حول الإنسان صاحب الرؤية كأنهم خشب مسندة فدي إشارة إلى النفاق والله تعالى أعلى وأعلم نعود إلى النصائح والتوجيهات التي نوجهها لأبنائنا الطلاب طبعاً زي ما قلنا أننا هناخد بالأسباب وحنذاكر ونجتهد وما نفكرش في الغش لابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لابد أن إحنا نتم بأن يكون فيه المسافة الأمان بين كل طالب وزميله بين كل طالبة وزميلها ارتداء الكمامات استخدام المطهرات هذه الأمور لابد منها من باب الحفاظ على النفس لأن طبعاً إحنا عارفين أن الحفاظ على النفس من المقاصد الخامسة للشريعة إحنا بننصح كل طالب أو كل طالبة من أولادنا أن هي تحافظ على صلاة الفجر خصوصاً يوم الامتحان لأن صلاة الفجر بتخليك ضامن على الله يعني بتخلي ربنا معاك بيعينك في كل شيء بننصح طيب ناخد اتصال وعلينا نقوم للنصائح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسلم لو سمحت أنا حلم كده كنت عايزة أعرف تفسير فضل أنا والدة حلمت الحماية أنا لسه ما خلفتش والدة حلمت الحماية قال إيه جاب جسح الآن جاب إيه؟ بتقول حماية جاب إيه؟ جاب جسح الآن حلقان اللي بتتلمس الأطفال أه أه اللي بتتلمس أطفال الزغارة دي فقدانه قال إيه قال إيه أخودي الحلقان دي لبسهم لأولاد محمد للبنتين ولد محمد وأنا حضرتك بالد دلوقتي سنة ونصف لسه ما خلفتش تمام تمام إيه تفسير الحلم دي؟ شكرا جزيلا حاضر طبعا الأخ طبعا ناخد اتصال آخر وعدين نجيب السلام عليكم السلام عليكم طيب حاولي تتصل تاني إن شاء الله طبعا أخونا الكريم متزوج بقاله سنة ونصف ولم يرزق بأولاد حتى الآن وننصحه بأن يصبر ويحتسب وفرج الله قريب ونبشره بالخير إن شاء الله طبعا من المعلوم إن عطاء الميت للحي في المنام فيه خير قادم أي أن كان نوع الخير سواء كان الخير ده رزق بأولاد أو بمال أو بصحة أو بشيء من هذا الخبيل فمجرد عطاء الميت للحي ده شيء طيب الأمر التاني إن البنت في المنام تدل على دنيا وحياة طيبة فمعنى بنتين إن فيه بشرتين صارتين وأما بالنسبة للذهب سواء القرطة أو الحلق فهو يدل على سعادة والذهب مذكر وقد يرجح الولد أكثر من الأنثى وقد يكون رزق آخر ناخد اتصال من الأخت صار السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أهلا بك تفضل لو سمحت عايزة بس عايزة أعرف فأنا دلوقتي أصدق حامل وربنا كرمي الحمد لله طبيعي أنا كل مرة كنت بأحمل بالعمليات وكل مرة كان بينزل حصل إيجاز خمس مرات فأنا دلوقتي حامل عند ربنا كدر لديه طبيعي فأنا حيزة أعرف إيه الدعاء اللي ممكن يعني أقوله ربنا تثبت لي حمل مرة دي أو مثلا صورة أراها كل يوم يعني تثبت لي حملة لأنه بصراحة مش عارفة أنا على طول باستغفر كتير وبسبع على طول يعني حاضر أشكرك برك الله فيك طب هنجاوبك بس هما ناخد اتصال من أمه أنا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أهلا بيك تفضلي بس سمعتك كنت عايزة سؤال صغير بس تحت أمرك أنا يا شيخ عندي ثلث بولي تمام يعني أنا ما بقدرش هو بيزيد بالزد يعني بالليل ما بلحكش نفسي خالص يعني عند الحمام تمام فهل يستوجب عليك على طول الغسل ولا كفيل يعني أن أنا أخسل نصي يعني أخسل جذي بتحتني بالمع وخلاص حاضر حاجة أوبك أموانس إن شاء الله حاضر نرجع لسؤال الأخت سارة طبعا هي حامل نسأل الله تعالى أن يتم لها الخير وبإذن الله يتم نعمته عليها على خير وهي وكل المسلمات بالنسبة لموضوع تثبيت الحامل والأولاد والرزق والإنجاب الاستغفار أفضل شيء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فإحنا ننصحك بالاستغفار مئة مرة صباحا ومئة مرة مساءا إن استطعت استغفر الله العظيم ننصحك أيضا بالحفاظ على الزكر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وده طبعا بيكون في الصباح والمساء وده من أذكار الصباح والمساء فأي ذكر وأي قرآن ده بيكون شيء طيب لكن مع الأخذ بالأسباب ووضع تعليمات الطبيب نصب الأعين علشان ما نقولش إحنا كنا بنذكر وبنستغفر وضع مننا لأن نتيجة تفريط أو تخصير أو إجهاد فإحنا عايزين نحافظ برضو وناخد بالتعليمات مع الإكسار من الاستغفار والحفاظ على ذكر النجاح الذي تعلمنا إياه تمام نرجع بقى للأخت أم أنس هي بتسأل عن سلس البول سواء سلس البول أو انفلات الريح أو الاستحاضة ده له رخصة اللي بيكون مصاب مثل هذه الأمراض له رخصة معينة في الصلاة لكن بشروط هو معفو عنه أو معفو عنها لو شعرت بأي شيء داخل الصلاة وسلس البول لا يجي بالغسل لكن كل ما في الأمر المطلوب منك تاخدي بالإجراءات الآتية أول حاجة تجديد الوضوء لكل صلاة لازم كل صلاة تتوضي ما ينفعش الصلاة المغرب والعيشة بوضوء واحد مثلا لازم كل صلاة بوضوء منفصل بوضوء جديد رقم 2 عدم الوضوء إلا بعد دخول وقت الصلاة يعني ما توضاش للعيشة إلا ما العيشة تأزن وأسمع الأزان دخل وقت الصلاة ما يبقاش لسه مثلا الخمس دقائق عن العيشة أو ما توضى استعدادا لا مدام الإنسان مصاب بمثل هذا الابتلاء يبقى لابد ينتظر وقت دخول الصلاة رقم 3 غسل المكان جيدا قبل الوضوء موضع نزول النجاسات يغسل جيدا ويوضع عليه خرقة أو حفاظة وتحكم جيدا بحيث لا توصل النجاسة إذا نزلت لا توصلها إلى السياب حتى لا يتنجس السوق دي أمور لابد نحن نعطها في الاعتبار وبعد كده بتدخلي في الصلاة في وقتها وحتى لو شعرت بنزول أي شيء أثناء الصلاة فده شيء معفو عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتها ويدو رخصة من ربنا سبحانه وتعالى نعود إلى نصيحة أبنائنا الطلاب التزموا بذكر الله دائما حاول أن تصلي صلاة الحاجة قبل أن تخرج للامتحان حاول أن تفطر على تمارات فردية يستحب سبع تمارات تكون سببا في تنشيط الزهن وتقوية الزاكرة حاول أن تتقرب إلى الله بالدعاء والذكر وعندما تأخذ ورقة الامتحان تقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن برحمتك إن شئت سهلا ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع أبنائنا وبداتنا الطلاب إلى ما يحبه ويرضاه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأدام عزها ورخاءها ووفق إلى طريق الخير أبنائها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر